من حدود قطاع غزة ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أهلا بك يا زياد مجمل التطورات الميدانية والأمنية لديك تفضل على صعيد اطلاق الصواريخ سجلت مرتان أطلقت فيها صواريخ تجاه المنطقة الحدودية القريبة تجاه مستوطنات غلاف غزة كما تسمى في إسرائيل لكن على المقلب الآخر العملية البرية الإسرائيلية تبقى في مركز الأحداث حاليا القوات الإسرائيلية تواجه مقاومة كبيرة جدا في الكثير من المحاور وهناك استهداف للمزيد من الدبابات والمدرعات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي فعلا صباح هذا اليوم أقر بمقتل جندي إضافي الرقم الرسمي يصبح 32 لكن غير الرسمي قد يكون أعلى من ذلك وفق المعلومات لدينا بالإضافة إلى ذلك إسرائيل تقول رسميا أنها لا تريد أن توقف اطلاق النار حتى بثمن صدام مع الولايات المتحدة فيما أن مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين قبل قليل أعلن بأنه يدعم تماما أي هدنة بهدف إطلاق صراح أسرى من قطاع غزة نعم طيب ذكرت يا زياد أن هناك مقاومة أن هناك معارك شرسة من قبل المقاومة مع الجيش الإسرائيلي في أي المناطق تتركز هذه المعارك الشرسة والمقاومة من قبل حماس والفصائل معها هذه الاشتباكات في كافة المحاور في المنطقة الشمالية ما يزال هناك اشتباكات ولكن في منطقة جنوب غرب غزة بشكل خاص هناك اشتباكات قوية هناك إطلاق الكثير من القذائف المضادة للدروع تجاه الدبابات الإسرائيلية التي تتمركز في تلك المنطقة لأنها عمليا لا تتحرك منذ فترة منذ يوم أو يومين وبالتالي هذه الاشتباكات في تلك المناطق أيضا شرق مخيم المغازي كان هناك اشتباكات عنيفة جدا ظهر هذا أو صباح هذا اليوم لا توجد معلومات دقيقة حقيقة لأن هناك تعتيما كبيرا على سير الحقيقي للعمليات على الأرض من قبل الإسرائيليين هناك حديثا عاما فقط عن أن القوات تتقدم نحاصر غزة في الشارعين وندخل إلى مدينة غزة وما إلى ذلك ولكن لا توجد معلومات حقيقية لا توجد صورة حقيقية يمكن أن نصفها بدقة نعم كانت هناك تصريحات أن واشنطن أبلغت نتنياهو بأن توقف الحرب لمدة ثلاثة أيام لمحاولة إخراج بعض الرهائم كيف كان صدى هذا التصريح على الداخل الإسرائيلي زياد الحكومة تعلن أنها ترفض أي وقف لإطلاق النار بدون إطلاق صراح أسرة وحتى بثمن خلاف مع الولايات المتحدة لكن كما قلت قبل قليل الممثلون عن عائلات الأسرة في إسرائيل قالوا قبل قليل أنهم يدعمون تماما وقفا لإطلاق النار إذا كان ثمن ذلك هو إطلاق صراح جزء من الأسرة على الأقل من قطاع غزة وهذا قد يدلل على ما كنا نقول أن الأولويات في الشرع الإسرائيلي هي لصالح الأسرة حتى بثمن صفقة كاملة وليس فقط حول الأسرة المدنيين وبالتالي الحكومة الإسرائيلية عليها أن تقرر في خلال أيام إن كانت ستصطدم بالولايات المتحدة من أجل استكمال عملياتها البرية في غزة أم أنها ستنصع في نهاية المطاف للأمريكيين وهنا أيضا كان تحذير الجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول من هذه الحرب بأن الاحتضان الأمريكي غير المسبوق للهجوم الإسرائيلي قد يكون له ثمن لأن الولايات المتحدة متنفدة تماما في القرار الأمني والسياسي والعسكري الإسرائيلي زياد بما أنه ما يزال لدينا متسع من الوقت أسألك عن الرشقات الصاروخية التي أطلقت خلال الفترة القصيرة الماضية من غزة باتجاه المستوطنات هل تصدت لها القبة الحديدية أم سقطت على المستوطنات وإن كانت خالية من سكانها كان هناك سقوط في مناطق مفتوحة لم يتم التبليغ عن اعتراض سواريخ بواسطة القبة الحديدية كانت على مستوطنات مثل كيسوفيم وهي مستوطنة قريبة جدا من الحدود بمعنى صواريخ قصيرة المدى عادة وبالفعل كما أشرت هذه المستوطنات خالية من المستوطنين هي عبارة عن ثكنات عسكرية لهذا يواصلون استهدافها من قطاع غزة هذا هو السبب محاولة النيل من الجنود الإسرائيليين من الجيش الإسرائيلي الذي يتمركز في المنطقة خط الدفاع الأول خلف الدبابات هو في تلك المنطقة شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي كان معنا من حدود قطاع غزة